بماذا وصف الله تعالى أولياءه الكرام قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه صفة الأولياء لا خوف عليهم يعني لا خوف في الدنيا من هم من غم من تعاسة من دين من مرض من كذا إلى آخر وكذلك في الآخرة لا عذاب ولا آخر ولا هم يحزنون لا شيء يحزنهم يعني الله تعالى سبحانه يحفظهم ويحيم حياة طيبة إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هكذا وصف الله تعالى الأولياء فلننظر بماذا وصف الله تعالى المستقيمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا وصفهم الله بما وصف به أولياءه وفوق ذلك في آية أخرى مطلعها نفس هذا المطلع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا متى؟ في ساعة السكرات في أخوة في ساعة لبني آدم الإنسان يخاف الموت ليس منه نفسه إنما مما بعده لأننا ذاهبون إلى عالم مجهول لا ندري ما هو والذين ذهبوا إليه لم يرجعوا لنا ليقصوا ماذا رأوا فهو عالم مجهول غيبي في هذا العالم المجهول في تلك الساعات والسكرات الانتقالية تأتي تطمينات رائعة من الله سبحانه وتعالى للمستقيمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخاف ولا تحزن في ذلك الموقف لا يخاف يا ترى أي أمان هذا لما يرى الإنسان نفسه ذاهبا إلى عالم مجهول لا يدرى ما هو ولا يخاف ما هذه التطمينات إلى أي درجة ولا تحزنوا وليس هذا فقط وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون كيف تكون البشارة بالجنة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يموت المؤمن عندما تقض روحه يفتح بينه وبين جهنم باب بينه وبين الجنة باب أما العاصي فيفتح بينه وبين جهنم باب فإذا رأى الطائع المستقيم الباب مفتحا إلى الجنة ماذا يقول؟ يقول اللهم أقم الساعة مع أنه يعلم أهوال الساعة ما هي يعلم صعقة النفخ يعلم النشور يوم تخرج الناس كأنهم جراد منتشر يوم تبعثر القبور وتتناثر الكواكب وتسير الجبال يعرف كل هذا ورغم ذلك يستاجل يطلبها ترجمة نانسي قنقر